ما معنى هذه العلامات التي نراها دائما في آيات القرآن الكريم؟ هذه العلامات تسمى علامات الوقف العلامة الأولى معنا هي علامة الوقف اللازم يلزمك أن تقف عند الكلمة التي تجد عليها هذا الشكل الميم الصغيرة مثل الله سبحانه وتعالى في سورة القمق فتولى عنهم تجد ميم صغيرة يوم يدعو الداعي إلى شيء النكر لأنك إذا وصلت يختلف المعنى تماما العلامة الثانية علامة الوقف الممنوع لا تقف لأنك إذا وقفت يختلف المعنى مثل قوله تعالى في سورة المتحنة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم إلى آخر الآية إذا وقفت على وإياكم يختلف المعنى تماما لذلك تجد عليها علامة الوقف الممنوع العلامة الثالثة علامة الوقف الجائز يجوز أن تقف عند هذا الموضع الذي تجد فيه هذا الشكل حرف الجيم مثل قوله تعالى في آخر سورة الإنسان وما تشاءون إلا أن يشاء الله تجد حرف الجيم إن الله كان عليم الحكيمة وإذا وصلت لا بس رابع هذه العلامات علامة صلاة يعني يجوز أن تقف لكن لو وصل أو لا مثل قال الله سبحانه وتعالى في سورة العام وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو تجد علامة صلاة وإن قلت فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير هذا أو لا خامش هذه العلامات علامة قلاء يجوز الوصل لكن الوقف أو لا كقوله تعالى في سورة الكهف قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم يجوز الوصل لكن الوقف أو لا ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم آخر هذه العلامات هي علامة التعانق وهي تفيد أنك إذا وقفت على أحدهما فلا تقف على الآخر كقوله تعالى في أول السورة بقرة ألف لميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين تجدون هذه العلامة مرتين لن تجدها مرة واحدة دائما متكررة مرتين فإذا وقفت على الأولى لا تقف على الثانية مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أو تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين تقف على أحدهما شكرا